مشاهدين الكرام مشاهدي مصر التعليمية أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة وتبسيط العلوم استكمالا لسلسلة حلقات كنا قد بدأناها من قبل في مادة الرياضيات لغات للصف الثاني أتانوي يساعدنا أن نستكمل معا موضوعات هذه السلسلة مع أستاذنا الكريم الأستاذ بسام محمد حامد فرج واستكمال موفق بمشيئة الله لمنهج الصف الثاني أتانوي برحب بحضرتك أستاذ بسام محمد أهلا وستعلم يا فعل وبؤكد مرة أخرى على إقبال رائع وبنعرفها من التساؤلات العديدة في هذا المنهج اللي بتيجي موجهة لحضرتك للإجابة عليها من خلال الحلقات موفق دائما بمشيئة الله إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله أتمنى أن تكونوا الطلاب إن شاء الله طابعوا الجزء الأولاني اللي إحنا أخدناه من الكالكوليس والنهاردة هنعمل بس كده بسيط على الحاجة اللي إحنا أخدناه المرة اللي فاتت ونبدأ نكمل بقية الدرس إن شاء الله طيب مع بعض كده حضرتك بس كده بص معايا واعمل تست لنفسك صغير هنا بيقول لك أنا عايزك تعمل نستميز the limit of the following function as x equal 1 هتعمل إيه حضرتك بفكر كده قلنا بنعمل vertical line عند ال 1 تمام حط point في نهاية اللي هو الأزرق نهاية اللي تاكيرف ونتحرك معا الحد ما نوصل لل line اللي إحنا رسمناه تمام هتلاقي نفسك وقفت عند مكان عند ال line اللي أحمد عايزك تعمل read المكان ده وقف فين بالنسبة ال wire تمام كده بالنسبة ال wire توقف عند يمين تقريبا عند ال 2 طيب دي المرأب أنت كده حالتك عملت إيه تاني جبت lift limit طيب تعال نشوف ال right limit هتيجي إزاي معنا نحط point هنا في نهاية ال line بتاعنا ونمشي معاها لحد ما نوصل لل line بتاعنا اللي هو اللي في النص ده اللي وقف عند ال 1 وقفت هنا في المكان ده شوف ال y بتاعتك بكام 2 طالما ال y من هنا أو من هنا اللي تنقل لبع يعني lift limit equal to right limit يقدر أقول إن ال limit بتاعت الفونكشن أيا كان ال rule بتاعتها شكله إيه لما ال x attend this for one x بتقرب من ال 1 أهي زي ما أنت شايف كان جاي من ناحة الشمال وجاي من ناحة اليمين وصلت لل 1 تقريبا وقفت عند مين عند ال 2 فهم نقول لي بقى limit بتاعتها تقريبا إيه كوال كان 2 خلاص كده طيب نشوف هنا نفس القصة عند line بتاع ال 1 أيا كان شكل ال curve إيه تقسم الجراف بتاعتها كده عمنا عند ال 1 تمام طيب فكر امشي مع ال curve كده من غير point بقى تمام على نفسك هتمشي مع ال curve كده لحد ما توصل لل line ليه تنفسك وقف عند مين عند 3 طيب امشي من ناحة from right هاتل right limit هتمشي مع ال curve من بدايته امشي كده ها امشي وصلت لل line وقفت ما تعديش ال line وقفت عند مين 3 يبقى limit f of x لما ال x attend this for one equal 3 طيب قصت هنا عندي مشكلة في المسألة دي بقى بيقول لي برضو عايز ال limit لما ال x attend this for one طيب فين ال one بتاعت ال x axis اهي هناعمل ايه قلنا نعمل line vertical اوكي هتمشي عايز ال lift limit هبدأ من هنا وهامشي لحد ما وصل لل line تمام مشيت اوقف وقف عند مين حضرتك انا وقف عند 2 طيب يمشي ناحة تانية ها امشي وصلت لل line stop وقف عند مين 3 كده انت عند ظهراتك في مشكلة lift limit عندك equal to اما ال write limit equal 3 ينفع السؤال اسألك عليها تديني اللي اجابتين طبعا لا ما ينفعش يبقى انا كده ما عنديش اجابة تقريبية تمام ما عنديش limit فبقول له ايه يبقى limit لل function دي في الحالة دي doesn't exist ما عنديش اجابة تقريبية ما يدارش اجاوبك خلاص طيب نشوف اللي جاي ها فكر كده بسرعة هنا عندي كزا سؤال مهم ما عايز اقول عليه لاحظ كده معي open point open point closed point وكلوما على line واحد تمام طب نعمل revision كده سريع هل دي function الرسمة دي قولنا نعمل vertical line test لو فاكرين في الالجبرا تمام لازم نربط الاثنين المبعض ما فيش حاجة اسمها الالجبرا الوحدة وكالكولوس الوحدة كلو مرتبط ببعضه طيب لو عملت vertical line test كده من هنا عدت على كام closed point one يبقى دي function امتى ما تبقاش function لو دي كانت closed ودي closed كده مش function اوكي طيب معلين نشوف السؤال عايزين بيقول لك انا عايز limit f of x لما ال x attend is for three طيب ماشي هنعمل ايه line عند 3 تمام هنجيب left على طول كده نجيب left limit right limit طيب left limit امشي من اني curve العليمين ولا على الشمال على الشمال طيب امشي كده point حاجة ما توصل للline ها هنقف هنا حضرتك وقف هنا فين عند negative one تمام كده اوكي طيب نقف right limit بسرعة وفت عن يمين three ده حاجة وده حاجة limit doesn't exist على طول خلاص طيب السؤال اللي بعده بيقول لك ايه انا عايز f of three في فرق بين السؤال ده وفي فرق بين السؤال ده لما اقول لك limit حضرتك بتيجي from left and right وتمشي لحد ما توصل للنبر اللي انا قطي لك عليه او اللاين اللي انا قطي لك عليه اما دي السؤال مختلف يقول لك انا عايز ال image بتاع three طيب نعمل ايه لاحظ انا شلت اللاين وشلت اي حاجة انا سمتها من شوية تمام عشان تجيب f of three three دي بتاعت ال x axis هتقف على three بتاعت ال x axis ويتطلع يتنزل المهم توصلي لclosed point طيب انا كده لو نزلت يعني انا لوقتي وقف عند three لو نزلت تحت ما عنديش closed point طيب اطلع فوق اه وانا ماشي قابلت ال closed point هنا قابلتها عند مين في ال y axis في ال one يبقى ال image بتاع three اقول one ماقولش three image بتاع three ولا اقول image بتاع three negative one لان كل دول open point انا باخد closed point خلاص كده ابص وقف عند three هطلع لحد ما وصل closed point وقف one ادي الاجابة بتاعت تمام طيب ننسى بقى الجراف بقى شوية كده بسرعة تمام وتعال نجيب الليمت بتاع الفونكشن الجيبركلي الجيبركلي يعني من غير الجراف خالص وده اسهل شوية كمان من الجراف طيب theorem one بيقول لك انا عايز اجيب المت of polynomial function احنا نقول يعني ايه polynomial function الرول بتاع مفهوش fraction مفهوش root مفهوش power negative خلاص كده قال لك لو انت عندك f of x polynomial function يبقى انت رايز مسلا المت f of x لما x attend for a كل اللي يتميله حاجة بسيطة جدا اعمل substituting بالnumber a يعني شيل x اللي هنا دي حضرتك اللي جوه ايا كان الرول شكله ايه وحط ما كان هي النمبر اللي عندك تمام يعني كنك بتجيب الامage بتاع ايه طيب ناخد example عشان نفهم القصة دي ايه بيقول انا عايزك تجيب المت ومدي لك رول when x attend for two تمام كده هنعمل ايه احنا قلنا دلوقتي x براكت two براكت ده جيب مكان مين مكان ال x شكلت ال x وحطيت براكت وجوه two تمام plus five هنحسب الكلام ده طالع كله كان nine يبقى تقريبا الليمت بتاع الفونكشن دي او الرول ده يطلع nine يعني انا لو رسمت بقى الرسمة ولا مش عايزك ترسم ومشيت على الكيرب من ناحية left from right هتلاقي انت جاي بتقرب على مين على nine تمام طيب نبص رولي اللي بعد x to power two minus three x plus two طب اراها ازاي على فكرة عشان الاراة مهمة فبقول limits x to power two minus three x plus two when x attend one تمام طيب هنعمل ايه x attend one نشيل ال x كلها نخليها one يعني نجيب f of one يعني one of power two minus three time one أو three bracket one plus two ثلاثة الاجابة zero تمام طيب يبا احنا كل اللي هعملين نعمله دول لات نعمل ايه direct substituting تمام طيب يقولك to find the limit of function by substituting تخلي بالك من اللي هقولك عليه ممكن اعمل substituting في المسألة تطلع ريل نمر زي اللي فات وتديني اجابة محددة تمام كده خلاص يبا انت كده خلصت ممكن تعمل مسألة تطلع فيها limit undefined وفي حالة undefined ما بكملش السؤال خلاص بقوله limit undefined وبسكت تمام كده ما بكملش steps لانه مش هينف اعمل اي حاجة تانية فيها طيب او unsubstified unsubstified يقولنا تتحيل على المسألة تتصرف ايه نوع التصرف اللي ممكن نعمله هناخده بالتفصيل بعدين بس هقولك كده نبز عنه ممكن حضرتك تعمل factorization ممكن تعمل long division طبعا الناس لما بتسمع كلمة long division كله بيخاف بس هددلكم بطريقة سهلة ان شاء الله ممكن نعمل time conjugate لو عندي square root تمام وفي حاجات تانية هنشوفها مع بعض x attendance 1 تفتكر دي علاني واحدة فيهم دي تطلع مستحيل مفيش ارقام تبوازة هنا تطلع عند define لا طبعا انا ما بعملش divided اي حاجة ما فيش zero هيخش تحت تطلع real number هتعمل ايه هنحط بتاعنا نشيل كل x نحط مكانها 1 1 زي ما انت شايف كده طلعت الاجابة بزير يبقى دي اسمها real number طيب نبص اللي جاية ها عايز limit لما x attendance for 2 بالنسبة لل5 طيب اوه انا هعمل substituting بال2 طب هو فين الx اللي هشيل احط مكانها 2 مفيش فدي بالنسبة constant function يعني limit بتاعتي ما بتتغيرش value بتاعي ما بتتغيرش يبقى الاجابة بتاعتي تبقى 5 على طول تمام كده طيب نبص اللي بعده اوه عايز limit بتاع المسألة دي fraction ايه طيب عايز اشوف بقى دي وحنونا الفraction كاز احتمال يطلع real number يطلع unsubified لو 0 over 0 يقيم ما undefined لو تحت 0 طيب هنعمل بس نحشيل الx ونحط 3 بص كده 3 plus 4 over 3 plus 3 طلعت الحمد لله معايا 7 over 6 وخلصت السؤال بتاعي طيب بص اللي بعده cosine ايجي بقى واحد يقوللي يا مستر حرام ده trig ايه دخل trig في الكالكولوس ارجع اقولك تاني كله مع بعضه ما بيش حاجة اسمع مسألة خاصة بمرحلة معينة او بحاجة معينة تمام طيب نفتكر مع بعض كده revision على اول سنة تمام كده الباقي اللي هي كانت كام 180 طيب لو قلت buy over 2 اللي هي 90 طيب 2 buy اللي هي 360 طيب مع بعض كده بالراحة cosine 2x يعني ايه cosine 2x يعني 2 طيب ال x اللي انت تحطه over x ماشي طيب هنتفق اتفاق دي function طبعا زي ما انتعرف احنا خدنا sine والكوزين والtan والsic والcosic والكوتان تمام لو ال x دي مكتوبة مع الفنكشن خليها بالدجري اسهلك تمام طيب لو ال x مكتوبة الوحدة تمام اكتب الانصر بتاعتك بالردين زي ما هو مكتوب تمام كده طيب احنا عارفين ان اللي باي بكام 180 يعني اشيل ال x دي وال x دي وحط كام حط هنا 180 عشان دي معا function طب تحت لأ خليها باي زي ما هي تمام نشوف كده الدين اتبع شكلها ايه عملت انا ايه دلوقتي ال cosin زي ما هي 2 طيب 180 خلاص كده وتحت ستتها باي ماشي كده طيب على ال calculator cosine 2 time 180 اللي هي cosine 360 بون طب وال باي زي ما هي تحت خلاص احولها بقى مش احولها ريديان دي اسمال لأ هي تسيبها على كده خلاص طب نشوف اللي بعده ها limit 2x minus sin x وان x قد تن لسفور باي اوفر 2 قولنا باي اوفر 2 يعني 90 نفتكر معا اللي انا قلته ها 90 يعني شيل دي يحط 90 دي يحط 90 ولا خلي واحدة منهم 90 والتاني يحطها باي اوفر 2 طيب دي معاها sine او كوزين اوفر 2 لا يبقى دي تتحط باي اوفر 2 اما دي تتحط ايه 90 بص كده تبقى 2 طيب باي اوفر 2 minus sine ايه 90 طبعا لو عملنا simplify تمام التول اللي هنا مع التول اللي هنا هيروحه نرجع تاني التول اللي هنا مع التول اللي هنا هيروحه مع بعض هيتفضل مين باي minus sine 90 sine 90 ب1 تبقى باي minus 1 ونسيب على كده تمام دي كده في simple بتاعها طيب دلوقتي بقى نيجي على مسائل ماشي للأسف هتطلع معايا unsubless fight يعني هيطلع فيها 0 over 0 ما تفرحش انها unsubless fight تروح سيبلي المسألة وماشي لأ ليها تكملة نحاول مع المسألة تمام فأول طريقة من طرق المحاولات اللي هو using factorization الفactorization طبعا احنا اخذناها في first prep وفي second prep وعملنا على revision في third prep تمام فدايما نعود نفسك اي درس math نكمل معك مدى الحياة طيب نبص مع بعض كده اول example انا عايز limit limit x x for three حضرتك هتعمل ايه هتشيل x والx وتحط 3 وتجرب يمكن تيجي معك طيب اهو واحدة واحدة كده هتبقى 3 power 2 minus 9 over تحت المفروض sorry 3 minus 3 هنا بقى 0 over 0 تاني في غلطة هنا المفروض دي تبقى 3 minus 3 مش x minus 3 تمام طيب 0 over 0 طيب 0 over 0 تبقى ايه unsubless fight بس اي بقى امشي لا اروح جايب واخد السؤال تاني تمام كده وعمل له factorize fraction ده طيب x power 2 minus 9 ده عبارة عن difference between 2 square بعرفوا منين x power 2 مش كده الصورة بتاحها ايه x وال9 الصورة بتاحها 3 وبينهم minus فبقى اكتب هنا مرة x minus 3 ونحط تاني x plus 3 وتحت ما بقولش factorize اللي انده من الفرس اللي جديد فبسيبه ازاي ما هو طيب نعمل simplify تمام كده x minus 3 مع x minus 3 روح مع بعض بقيت المسألة limit x plus 3 لما x قد تنسفر 3 طيب تقدر تعمل كده substituting جر هحط x ب3 3 plus 3 equal 6 كده المسألة الزبط شوف بقيت حولت المسألة من إيه لإيه من المسألة كانت 0 over 0 and simplified ملاش إجابة لمسألة اللي هي إجابة الإجابة بتاعتها ب6 واضحة كده طيب لو ربطتلكوا الالجبرة بالcalculus دلوقتي وقلتلك الدومين بتاع المسألة دي هتقول لي إيه مين الرقم اللي بوازلك الفركشن تمام فوق أكيد مش هي بوازلك فركشن عادي فوق أي value اللي بواز الفركشن من تحت 3 لو حطيت الـ x بـ 3 3-3 بيكام بـ 0 طيب يبقى أنا عايز الـ value بتاعت الـ x يكون أي نمبر ما عادة 3 يبقى الدومين بتاعنا or accept 3 تمام كده الكلام طيب طيب السؤال تاني لحضراتكم في الجراف لو أنا بارس من على الـ x وطالع من عندي 3 الـ point اللي فوق تبقى closed ولا open open عشان 3 und define نفتكر الحاجات دي تفضل في بالنا على طول طيب نخش على المسألة اللي بعدها x to power 2 minus 3x minus 4 over x to power 2 minus x minus 2 تمام كده طيب أنا عايز عامل سيك أعمل المسألة دي factorize ماش كده طيب عشان أعمل factorize للمسألة دي فيه طلاب ما بتعرفش تعمل factorize للحاجات اللي زي كده طيب نصرف ازاي عندي طريقة خليك معايا بص معايا كده ادي الكالكوليتور حضرتك اهو ماشي من البداية خالص دي الكالكوليتور بتاعت حضرتك تمام انا عايز اعمل x to power 2 minus 3x minus 4 عايز اعملها factorize نعملها factorize ازاي حضرتك اول حاجة بتدوس على هتلاقي فيه عندك كلمة equation equation دي اللي مكتوبة number 5 هنلوص على number 5 اهو خلاص طلع عند حضرتك four forms الequation بتاعتك اللي انت عايز تعملها factorize ابص على الequation عندي x to power 2 minus 3x minus 4 شكل شبه مين شبه equation 3 هروح هنا دايس على three خلاص كده طيب طلع لي three digits قال لي the a عايزها بكام والb عايزها بكام والc عايزها بكام تمام كده طيب the a مين هي النumber اللي موجود قدام x to power 2 تمام فلقدام x to power 2 لو كام one مش number اصلا اروح كاتب one وندوس equal تمام طيب مين اللي قدام x ما اقولش three negative three اخده بالsign بتاعته يبقى نكتب كده negative three وندوس equal لاحظ كده الخانات بتتميلي معي اخر number اللي هو absolute term negative four اروح كاتب كده negative four وندوس equal خلاص كده كده انا كتبت كل ال coefficients بتاعتي بتاعت الاقواجين دوس equal مرة كمان هو قال لي the first root x one equal four طيب انا مش عايز solution set انا عايزك تعمل factorize اروح عامله ازاي طيب بدل ما حضرتك كاتب equal four تروح جاي عاكس البراكت زي ما انت شايف كده اهو هخليه x minus four يعني تاني النمبر اللي بيطلع الكالكوليتور بحطه مع ال x بس معكس السين اهو x minus four تمام كده طيب دوس equal كمان مرة negative one تمام هنعكس السين بتاعه نخليه بقى x plus one كده انا عملت factorize اللي فوق خلصته تمام كده طيب عايزين نعمل factorize اللي تحت اه نعمل مع بعض كده ال aب كم يا شباب مع بعض يلا one ودوس equal ال x مفيش قدامها number انا هتبره negative one وندوس equal مين للأبسوليد تورم negative two وندوس equal تمام طيب دوس equal كمان مرة اول root او ال root عندي two يبقى احنا نكتب x minus two اهو دوس equal كمان مرة تمام كده negative one يبقى احنا نكتب x plus one تمام كده طبعا دي طريقة الايه factorize ماشي نرجع تاني طب بعد ما وصلنا مرحلة دي اعملنا simplify x plus one مع x plus one simplify راحوا مع بعض في ال one هيتفضل limit x minus four over x minus two تمام كده كده من حق بقى اعمل substituting دلوقتي ماشي shell x حط negative one والx اللي تحت negative one تمام كده طلعت الايجابة final five over three خلاص طيب هل انا على طول اشوف اي سؤال اروح رايح عامل factorize لا اجرب الاول اعمل substituting في الارقام دي shell x دي والx دي وهنا وهنا وحط negative one يمكن تطلع بانسر بس انا طبعا كنت سبقتك وجربتها فطلعت zero over zero answer five عايز تعمل على ال calculator 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 مش هتكتب لك answer five للأسف calculator اتطلع لك math error يبقى انت عارف math error او answer five هتكمل تمام كده طيب نشوف المسألة اللي بعدها جينا برضو المسألة دي عايز اعمل لها factorize ماشي طيب 2x power 2 minus 5x minus 3 over 2x power 2 minus 3x minus 9 اتفقنا اول ما اشوف المسألة اروح عامل factorize على طول لا قلنا نعمل ايه نجرب النمبر الاول اللي هو 3 تمام كده انا على نفسي جربته لوحدي بالcalculator طلعت برضو 0 over 0 تمام كده عشان ما نضيعها شواء طلعت انس بصفاي طبعا انت لما تجي تجربها بالcalculator مش تاخد منك ثواني تمام بس ما تنساش تحط براكت مكان الارقام 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 احنا احمل ايه احنا اعمل وندوس equal اللي بعده negative 5 تمام وندوس equal اللي بعده negative 3 خلي بالك انت لو غيرت الصين بتاع المسألة ببص معاك خلاص جاهز نفسك بقى equal اول اجابة كان 3 تمام يبقى نعكس الصين بتاع الكالكوليتور ونكتبها x minus 3 بص بقى اللي اجابة اللي جاي negative half طيب ازاي اكتب البراكت وانا عندي fraction اسمع معي الحتة دي حضرتك مين الرقم اللي تحت في الدينيميناتور 2 الرقم اللي تحت في الدينيميناتور اللي هو 2 تمام كده حضرتك هتحطه as coefficient of x تمام يعني التولي تحت دي هتتحول تبقى 2x تمام طيب بالنسبة للصين ده negative يبقى انا راح كاتف هنا طيب بالنسبة للنيميناتور اكتبه الواحده ابصر الترم تاني بسرعة ها 2 اللي تحت مع ال x تبقى 2x اعاقس السين تبقى negative تبقى positive حط النيميناتور اللي واحده يبقى 3 steps التمالة في الحالة دي طيب نعمل اللي تانية كمان بالراحة 2x power 2 minus 3x minus 9 تمام عشان مع الكلام مش نعملها تاني طيب اه مع بعض الاب كام ب2 دوس equal ها البي negative 3 تمام واخر واحد دوس equal وبعدين negative 9 ماشي وندوس equal اول رقم تلاقى كام 3 يبقى على طول براكت x minus 3 اللي بقى تدوس equal بص negative 3 over 2 قلنا 2 دي مع مين تبدأ من تحت الفوق اول first step 2 مع x يبقى 2x x sign تبقى plus وال3 تبقى ايه لوحدة تمام كده جميل نرجع نكمل مع بعض تاني خلاص كده ادي factorize بتاعنا simple يروحوا مع بعض هيتبقى مين عندي تبقى limit لما الx قد تنس for 3 لمين اللي ده طيب واخبارك انا عملك 3 مغيال لك اللون ليه بقى عشان افكرك تاني ان الx دي والx اللي هنا هيتشال وتحط ما كان كان 3 جواب راكت يعني كل النمبر اللي بالبلو اللي قدام حضرتك دلوقتي نزل ازا ما هي معادة الx هنا والx هنا حطتهم بكم ب3 حسبت السؤال مرة تانية طلعت الاجابة كام 7 تمام طيب يبقى دي كده اخدنا كم نوع factorization دلوقتي اخدنا difference between two square واسهل واحد بالنسبة لكم طبعا اخدنا trinomial تمام واخدنا trinomial symbol والnon symbol ده كده بالنسبة لي non symbol عشان فيه number هنا خلاص طيب تعال نشوف اللي بعدها طيب هنا بقى انا عايز اعمل ايه factorization نوع جديد اللي هو difference or sum two cubes two cubes يعني عندي power three تمام كده قلنا اول حاجة اروح على factorization على طول قلنا لا نعمل ايه نقرب بالcalculator نشيل الx اللي هنا دي ونحط المكانها كام two وpower three تبقى ايت eight minus eight zero نشيل الx دي وحط two two power two four طيب two time two four four minus four zero يعني كلها zero over zero عنسبة صفاي تمام امشي لا نكمل اعايز اعمل factorize انا عايز اعرف factorize ازاي دائما factorize بتاع difference or sum of two cubes bracket صغير و bracket كبير تعال هنعرف البركتين بيقوا ازاي ركز معي first step الx to power three هنعمل لها cube root ال cube root of x to power three هتبقى x same sign negative حط ال negative زماني cube root لل eight حتى لو انتو مش حافظها مالا على الكالكوليتور هتبقى two خلاص كده كده الجزء ده مش محتاجه تاني في حاجة ركز معي في الجزء ده بقى ازاي يجيبي براكت كبير عن طريق براكت الصغير هتمسك ال x دي دي اللي بيطلخبطني بقى بص لو في المسألة اصلا في السؤال ده كان minus يبقى ده minus يبقى ده بوستف طب لو ده بوستف يبقى ده بوستف يبقى ده نيجيتف يعني اللي اتنين دول توقم زي بعض اما ده عكسهم تمام يبقى انا كده زبطتلك الصين طيب عايز اعرف الميدل ده بيجي ازاي ده بمنطار بساطة تاخد first time second two time x تبقى two x تمام طيب تحت بقى نعمل ايه فاكتورايز هنا خلي بالك ما عنديش absolute term اسمع الحتة دي كويس وفتكرها طالما عندك ما فيش absolute term هنا يبقى في common factor تمام هنا في x sub power two وهنا في x common factor بناخد smallest common symbol with the smallest power يعني هنا x sub power two معا هنا x sub power two وهنا x ناخد x sub power two ما ينفعش اخد x sub power two تمام طيب حضرتك لما تيجي تحت التقو دلوقتي هتاخد x sub power two يبقى تعمل ده وده divided x x sub power two divided x يعني كأنه عندك power two خدت منه one هتعمل sub track للpower تمام two minus one يتبقى x ب power one negative divided positive يبقى negative two x divided x x divided x ب one هيتبقى two تمام نصيحة البراكت ده ما تحاولش تعمله factorize ليه لو عملتله factorize بالكالكوليتر هيديك i هسيبه على كده خلاص كده هنعمل simplify دول هيروحوا مع بعض تمام كده ده اللي هيتبقى عندي هعمل بيه substituting تمام كده two power two plus two time two plus four over x تناوي لغات ونتمنى كل توفيق لكل طلبنا ان شاء الله شكرا لكم والى لقاء اخر باذن الله اشتركوا في القناة